السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو راح نحكي عن الري الري اللي هي من اشياء كتير مهمة في لغة سي بس البلس از عشنا استخداماتها وشو ممكن تفيدنا فهي كتير كتير بتسهل علينا في الاكواد او في البرامج اللي بدي اكتب فيها او ادخل فيها كتير متغيرات هلأ عشان نفهم فكرة يعني الفيديو الاول هدرا هيكون بس عشان نفهم فكرة الري هنستخدم اهم استخدام للري فيه يعني ما هنحكي كتير عن التفاصيل فيها هنكمل تفاصيل بالفيديو هالتانية بس انه ضرورة تفهم فكرة الري شو ممكن استفيد منها بعدين بتصير لما تستخدم الري بصير موضوع كتير بسيط هلأ في البداية لو انا طلبت منك ادخل لي رقمين فاحتعرف لانتجر ا ا و ب مثلا بتحكي لي دخل لي ا و ب هلأ لو طلبت منك تدخل لي اه تسع ارقام او خمس ارقام هلتحكي لي ا و ب و س و د و ا بس ممكن تتحكي لي انه والله هدول يعني لو طلبت ارقام اكتر ام مثلا عشان متغيرات ها مش هدل اكتب احرف وممكن احكي يعني خلو كتب تحت انتجر ا ا و ب هكي انا سي ان ا ا و ب هلأ لو طلبت مثلا انك تدخل لي خمس ارقام هتصير تحكي انه بعدين ما ندلع احكي ا و ب و سي حكي مثلا ا وان اتو اتري افور افايف اى Ba safe تمام هلأ ا ا ا ا ا تو ا ا ا اتري ا 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 Brilliant و ا بدنا نتحكي بتدخل لي submit ا 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 four طبعا في عندي غلط اني همم اكتب بالكابتال و انا معرفهم ب ismual فابده التالي ارزع عد الكل اللي خطأته mopинов ثم ا ا ا فايف حلأ站 هكي دخلت خمس ارقام ارقام اه تطبعا حكينا انه مستطيع الحصارات هو ويه Udash أمشي وأستخدم فور هلأ بس أنا ليش مثلا عرفت الخمس متغيرات لأنه يعني لو طلب مجموعهم ممكن أحكي بس فور دخلي فور تبلش من واحد لفور أقل أو تساوي خمسة آي بلس بلس وهنا أعرف متغير قيمته إكس لن طلبت أنا المجموع صح فأبدي أحكي إنتجر سن تساوي صفر طب هون ما بشرح إشي معين بس عم أحكي شغلات ودخلي إكس وكل ما رضيفي على السام قيمة الإكس سام بلس تساوي إكس هلأ هون لما أخلص لو أطبع قيمة إكس طبعا هده كنا نستخدمه لما نطلع المجموع لخمس أرقام لابد دخل خمسين رقام بحث بحكي هنا من واحد لخمسين هلأ هده الشي بريحني بالفور إن أدخل خمس أرقام وطلع مجموعة بس لو طلب طلب منك البرنامج أو المستخدم إنه بس تخلص تدخلي خمس أرقام هدهور بدي أسألك شو الرقم الثاني هلأ إذا سألك شو الرقم الثاني هون بالإكس ما هتعرف يعني هون خلين الموقف الأول بس ما هنحكي عنه لو بس هذا برنامج كان شغال هيدخلي مثلا خمس تسعة سبعة 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 ثلاث بنسبة للأكس أول شي هتكون خمسة هيدخليها على السم هتصير السم خمسة بدلا ندخلي أكس هتصير تسعة هيدخلي على السم هتصير السم خمس وتسعة أربعة عشر وهيك لما تخلص الفور هاي أصلا الأكس مش معرف إلا داخل الفور لو دعرفها برضه بره هتكون آخر شي قيمة الأكس هون اش لو أطبعها هتكون قيمتها ثلاث وهي آخر قيمة دخلت فيها بنسبة للسام هتطلع للمجموع أكيد هذا مش مختلفين عليه طب لو طلبت منك تطلع لي شو هو تاني رقم دخل المستخدم هلأ طريقة هاي مستحيل تعرف لي شو الرقم التاني دخل المستخدم لأنه قيمة اكس هتكون ثلاث هلأ ممكن تحكي لي أنه بس يكون آي اتنين ملاح يدخل الرقم التاني فبيخزنه بقيمة ثالثة وأشياء زي هيك بس بتكون عاجئة كتير هلأ إذا بدي أشتغل على الطريقة الطريقة عشان هيك أنا ما بدي أعرف بس متغير واحد بالذاكرة قيمته اكس وكل مرة أدخله نفسه هو من دخل نفس الاكس دايما ونضيفها على السم لأنه ما بتهمني بس لما تكون بهمني الذاكرة هاي بدي أضطر استخدم اشي تاني يعني هون بس فاتة تنتهي شوي يعني لو بدأ دخل كل مرة قيمة اكس أول شي حدخيل لي خمسة مثلا وضيف ليها على السم دخيل لي ثلاثة وضيف ليها على السم أربعة على السم الآخر شي القيمة حتضل لجوه الاكس هي آخر قيمة دخله هلأ ممكن نقترح أنه نعرف خمس متغيرات وبهاي الطريقة بدخل A1 A2 A3 A4 A5 ولما يطلب مني مثلا القيمة الثالثة بحكي لو طبع لي A3 بحكي لو طبع لي A4 هلأ هاي الطريقة أحسن من الطريقة هاي اللي هي تاتة الفور بس لأنه أنا بخزن القيم بالذاكرة هلأ اوكي بخزن القيم بالذاكرة بس هاي طريقة طبعا كتابة هذا الكود كتير سهلة بالنسبة لهدول بالنسبة لهدول فهي كتير سهلة هذا الكود لأنه انت بتكتب صحة تكتب فور بس لو طلب منك خمسين رقم بس هتغير لي عن خمسة هتصير خمسين هون دك ترجع التعرف A6 A7 وطبعا ستخلص إلا بعد ساعة لأنه تتب 60 واحدة ولو طلب مية بدك ترجع تغير مثل هاي فهذه الطريقة أبدا مش مجدية صح بتقدر تدخل أرقام تحزنهم تحفظهم بالذاكرة لأنه هون A1 ضلت هي نفسها الأولى والA2 هي نفسها الثانية ولو بس هون لو بدي أطبع كمان مجموحهم بدي أحكي سام تساوي A1 زائد A2 زائد A3 والغلبة هاي فيعني برضو هاي لها مساوئها كتير هاي لها كتير مساوئ ومن نسبة للفور هاي برضو لها مساوئ هلأ بالنسبة للأرى هي بتجمع لها هذول الشغلتين بتجمع لأنك تقدر تستخدم الفور في أنك تدخل خمس أرقام عشر أرقام ميت رقم ألف رقم وبتجمع لما أنك تحفظ اليوم جوة الذاكرة هلأ شو الفرق بين الأرى وبين أنك تخزن خمس متغيراتين شو فرق بين أني أخذن خمس متغيرات قيمتهم A A1 A2 A3 A4 A5 وبين أني أعرف أرى طولها خمسة وإلها نصر اسم هلأ هون كلهم زي ما نحكي إلهم اسم A1 A2 A3 بس بالنسبة للمستخدم أو للمستخدم أو للبرنامج فالـ A1 أشي منفصل عن A2 A3 A4 هلأ 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 رح أحكي أول شي عن الأرى الأرى أنك أنت تكون عندك في الذاكرة لنفس الاسم أكثر من قيمة هلأ هون عشان نفهمها كنا نحكي L1 إلها قيمة واحدة A2 إلها قيمة واحدة B قيمة واحدة X قيمة واحدة هلأ بالنسبة للرى ستكون هيك منظرها بالذاكرة أو بالميموري أنه عندي A واحدة وإلها خمس قيمة كنا نحط مربع واحد صار إلها خمس مربعات لو بدي أحط إلها مئة قيمة حتكون هون من صفر لها تسعب سين هلأ هاي فيها خمس قيم أول قيمة في الرى مفروض نحكي A1 A2 A3 بس الرى بتفلش دائما يعني هيك هي موجودة داخل لغة السيورس بلوس تبدأ من صفر فأول الاندكس أو أول مربع داخل الرى سيكون رقمه الصفر ليس رقمه واحد الثاني اندكس سيكون واحد بعدين اثنين بدين تات وعدين اربعة فالقيمة الخامسة بالراحة تكون هي A4 القيمة الأولى في الراحة تكون A0 هلأ كيف بدي اتعامل مع هاي مع هاي المربع جوه البرنامج بس بحكي A او خلينا اكتبها كتابة بحكي A0 A0 داخل هدول المربعين مربعات المجموعات اللي بكون على شكل مستطيل هاي المربعات وحط جوهتها القيمة صفر فمعناها هتاخد لي اول مربع جوه الان اللي هو محجوز بالذاكرة فهو كأول قيمة لأ الثاني هتكون A1 الثالثة هتكون A2 بعدين A4 A3 بعدين A4 هلأ برضو هدول استخدامهم في الميموري مختلفات عن بعض كل واحدة يعني زي هناك زي فوق شوية عندي A1 ما بتأثر على A2 ولا بتأثر على A3 ولا A4 كل واحدة تستخدمها لحال هلأ برضو هون كل واحدة تستخدمها لحال بس صفت عندي القيمة او اسم المتغير هو نفسه A اللي بتغيره وجوه المربع اللي هو هون هلأ ممكن تحكي طب هات شو فراء هون نفس الشي كلهم ايه بس بعديها في رقم هو واحد هون اثنين تران لسه هاي اسهل ما فيها مربعات هلأ هادي اوكي ما فيها مربعات ونفس الشي تبلش من واحد مش من صفر وهي الشغلات بس كيف هاي ممكن تستخدمها مع الفور هاي ما فيه طريقة ممكن تستخدمها مع فور يعني لو نيجي هون بدي بدل هاي اكتب بدلها فور بدل ما احكي سيئن A من واحد لخمسة لحكي له فور خليلي الرقم اي تسامي واحد اي اقل من خمسة اي بلس بلس هلأ شو الفكرة اللي ممكن واحد يفكر فيها انه عندي هنا بدل بحكي له سيئن L واحد بحكي له سيئن A بعدها اي هلأ قيمة اي بالأول حتكون واحد فحكي لي L واحد اي حتكون اثنين فحكي لي A اثنين اي ثلاث تكون اثلاث بس فعليا هاد الشي ما حيطل على البرنامج هاي الطريقة هو شايفها L اي يعني زي كأنه في عندك متغير اسمه A اي مش ما اخذ ال اي كرقم طيب في طريقة ان اخذه كرقم لا ما في طريقة بالنسبة لهاي التعريف هلأ كيف ممكن نعرف الري وعشان نستخدمها في الفورة هاي هلأ بالنسبة للري تبدأ تستخدم الطريقة هاي بس كيف في المداخلين بس احكي كيف تعريف الري بعدها برجع لهاي هاي حتخليها زي هيك هلا دعرف الري اسمها A وحجمها خمسة هلا كيف بدي عرف الري حجمها خمسة هلا هاي بس قيمة واحدة اسمها A كيف بدي خليها الري بدي قيمتها خمسة هون بحكي هون السايز تبعها السايز تبع الري هحطه جوه نفس الدول المربعات بني استخدمهم حكيت هون بالصورة هاي مربعات نستخدمهم دولهم نفسهم نستخدمهم في تعريف الري فعندي هون لما احكي A الخمسة فحيعرف لي الري طولها خمسة فهون بدي احول هاي الري طولها خمسة هحكي A الخمسة هاي الري صار فيها خمس قيم بالذاكرة اللي صارت ممثلة بهاي الطريقة طب كده دخل اول قيمة هلا اول قيمة بقدر بس احكي له دخل لي A الخمسة Cn A الخمسة كده دخل اول قيمة طب يعني بدل استخدمها بنفس الطريقة هاي و احكي A الخمسة بعدين بعدين دخل لي A الخمسة زي هيك ها بقدر بس انا ما عملت الري أصلا عشان استخدمها بالطريقة هاي لانو هاي الطريقة اصلا مش كتير مفيدة ما بتفيدني يعني بالدخل خمس ارقام اصلا هذا الشي اشي كتير سيئ وهذا الشي سيئ يعني انا استغنت عن هدول ارقام كلهم خلينا بس لخمسة استغنت عن هدول ارقام كلهم بس بهاي A الخمسة بس استغنت عن هدول كلهم طب ادخل خمسين هون بس بحكي خمسين وهون بدأ اضطر اكتب هاي كمان خمسين مرة و اتغلب فيها طب هدول بدي امشي من A من واحد ادخل حد خمسين رقام هلأ خليها على الخمسة حكينا في البداية بتبلش من صفر لحد الاربع هلأ شو الفكرة نفس الفكرة اللي حكيناها هون هاي الفكرة بتزبط بس على الاري انه انا بدأ احكي له A ال ا وهون اخليها من صفر كونه الاري بتبلش من صفر وحكينا مش للخمسة لحد الاربع لقبلها بواحد يعني هون على الصورة هاي بحكي له A صفر A ال واحد A اتنين اتات لحد A الاربع طيب هلأ الفكرة انه حكينا ال اي هاي حيطل عليها كأنها متغير هاي بحكي لي انه ال اي is undefined متوع في متغير اسمه ال اي هلأ بنسبة الاريحة كيف نستخدمها زي هيك A الرقم فبدل ما احكي هنا A صفر بدان ال واحد A اتنين A ثلاث بس بذل الصفر كما ال اي بتمشي من صفر ل اربع زي ما بل شوية يكون من اي هتمشي من واحد لخمسة ونحكي ال اي هون بنقدر نحكي ال اي او A اف اي فهون اول شي لما تكون A لما تكون اي صفر خلينا نفهم هاي هاي اذا فهمناها بكون نفهمنا كل الاريحة ان شاء الله اذا كانت A صفر هتكون هاي بحكي لك دخلي A الصفر لما تكون ال اي واحد هيكون بحكي لك دخلي A الواحد فهيك هيمشي من صفر ل اربع هيدخلي الارقام A صفر A الواحد A اتنين A ثلاث A الاربع هيدخلي خمس ارقام فهيك انا عرفت الريحة حجمة خمسة ودخلت فيها هدول خليهم هون دخلت فيها كم رقم خمس ارقام ببلش من صفر لنفس الرقم ناقص واحد عشان ادخل خمس ارقام ببلش من A صفر ل A الاربع وبكل مربع كنا ادخلي A ال اي طيب هلأ هون حكينا نمشي خمس ارقام هيدخلي من واحد لخمسة هون هيدخلي ارقام بس ما هيخزنهم فا احنا استخدمنا الفور استخدمنا التخزين الداخل الذاكرة واصلا الكود كان اسهل من التنتين تمام؟ هلأ اه 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 ادخل خمسين رقم بس هم بحكي خمسين وهون ببلش من اربع على تسعة واربعين وبحكيه دخلي L I هون لو طلب مني دخل خمسين رقم فانا بحكي له اه مش حكته بالكود وما بدي احل اصلا بديش برمجة لانه هتكون كتير غلبة وفي عفلان احنا البرامج بان نستخدمها عشان ندخل رقمين ولا ثلاثة ولا اربع بالعادة من نستخدم البرامج عشان نكتب ندخل ارقام كتيره وخلي يعني تعامل مع بيانات كتير كبيرة فمعظم البيانات هاي بستكون استخدامها مع الاري هلا اه فيه شغلة انه هون لو بده احكيله ذائب شوي دخلي اطبع لي رقم الثاني هيحكي لي اطبع لي هلا اه 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 الصفة تطبع لي الاول الواحد اش تطبع لي بتطبع لي الثاني اذا اطبع الرقم الثاني هحكي له سي اوت اون هاي خلينا نجربها للكود هات بس بديش يدخلي خمسين رقم دخل بس خمس ارقام فمدملش من واحد من صفر لاربع ادخل الارقام ادخلت 5,9 و. فطبعي دي الرقم الثاني اللي هو 9 الان بدي اخلي المستخدم هو نفسه يدخلي هاي الارقام يعني يدخلي الرقم اللي بدي اطبع لي الرقم الثاني يبدي اطبع لي الرقم الثالث مثلا فهو حسب هو شو بيده يطبع يختار البدء اياه. فابدي اياه احكي له مثلا دخلي انت البوزيشن بالدكية. يعني احكي له احكي له انتر اه بوزيشن. طبعا البوزيشن لازم يكون بتوين ايش? بتوين واحد وخمسة. احكي له دخلي الرقم بين الواحد وخمسة. هلأ اه بعد ما احكي له دخلي رقم بتحكي له دخلي هذا الرقم. انا عرفت بوزيشن اه على اساس انه نكتب انتغيرات من نفس الاسم اللي بيبدأ استخدمه. فابدي اطبع لي اه البوزيشن لو دخلي واحد. هطبع ايش. هطبع ايش. هطبع ايش صفر لانها هي اول قيمة. لو دخلي ثلاث. هطبع ايش اتنين. فالفكرة ان انا هطبع دايما البوزيشن نقص واحد. البوزيشن نقص واحد اللي هي الرقم اللي دخلي ايش دخلي ثلاث. فبدي اطبع له البوزيشن اللي هو رقمه ايش البوزيشن نقص واحد. فها خلينا نجربها. ايش دخلت لي خمسة ثمانية ثلاث اربعة ستة. بحكي لك انت البوزيشن بيتوين واحد وخمسة. بدي احكيه لدخلي ايش بدي الرقم الرابع. فالرقم الرابع اعطاني اربعة. طب انجربه برة تانية. بدي الرقم التاني طبع لي ثمانية. فالبنامج منها منشغال ومتاز. هيك انا بخليه يدخلي ايش خمس أرقام بعدين بطلو بدخلي بوزيشن معين وبطبع له الرقم بتاع البوزيشن هاته هلأ كتابتنا لهاي الأشياء يعني بس لهذه الأشياء البسيطة ما تكتبوها وتجربوها وتشوفوها قدامكم كيف شغالها هتفهم الأرية لأنه بالبداية عرفت الأرية طولها خمسة دخلت الخمس أرقام هدول بعدين طلعت مني دخلي بوزيشن هلأ كوني قدرت أطبع البوزيشن صح اللي هو بوزيشن نقص واحد فمعناها أنا فاهم أنه الأرية بتبلش من صفر وتنتهي الرقم نفسه نقص واحد يعني من خمسة بتمشي من صفر لخمسة بل من صفر لأربعة تسعة بتمشي من صفر لتمني وزيهك فلو طلب الرقم الثالث بدي أحكيه الرقم الثالث هو A الاثنين الرقم الأول هو A الصفر ورقم التاسع هو A الثمني وزيهك فإنه تكتب هذا الأشياء تكتب هذا الإشياء البسيط بدي فهمك الأرية كتير منيح فإن شاء الله في فيديوها الثاني سنشرح أكتر عن الرقم عشان نفهمها ونفهم استخداماتها الثاني بس إنه هذا الفيديو عشان تفهم إشان الرقم تفهم ليش ممكن نستخدمها بعدها بصير موضوع إن شاء الله كتير سهل ويعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر